السلام عليكم يا شباب اليوم بنستأنف شروحات الجود لك بنشرح تطبيق الهوم أب الذي بيسمح لك بتغيير إعدادات الريسنت أب وتغيير شكلها وبننتقل لشرح النوتي ستار الذي بيسمح لك بتخصيص قائمة الإشعارات وترتيبها ثم بالأخير بننتقل لشرح الريج ستار والذي بيضيف لك ميزة النقر على الهاتف من الخلف يعمل مثلا سكرين شوت أو فتح تطبيق معين بسم الله نبدأ بتطبيق الهوم أب بنبدأ بإعدادات الهوم سكرين هذا الخيار بيسمح لك بتغيير عدد الرصة حق التطبيقات الآن هي 4 على 6 بتلاحظون كيف الرصة حق التطبيقات والآن نعدلها مثلا على 7 على 6 بتلاحظوا كيف اختلف الآن الرصة وهذا نفس الخبر على هذا التطبيقات اللي هنا بلاحظ مثلا لو عدلناها 7 على 6 بتلاحظوا شوفوا كيف الرصة الآن هذا الخيار يسمح لك بأنك ترفع سقفة تطبيقات التي تستطيع إضافتها في البار الأسفل فمثلاً كان في الأول خمسة الآن خلينا تسعة نقدر نضيف الآن تسعة تطبيقات في الأسفل هذا يسمح لك بأنك لما تروح إلى آخر الصفحة يدور ويرجع للصفحات الأولى فمثلاً إذا كان طافي وجد تروح لآخر صفحة ما يرجعش للصفحة الأولى ولا يدور وعشان يشتغل هذا اللوك بايد لازم تكون مطفي صفحة الديسكافوري الذي هذا لازم تكون مطفيها عشان يشتغل فايندر أكسس هذا الفايندر أكسس الذي هو هذا حق البحث مثلاً إذا كنت شيء توصل لها بشكل سريع تقدر تخليه بالهوم سكرين تفعل سوايب لا تحت ويطلع لك يعني زي الآيفون لما جي تسحب تطلع لك قائمة البحث على طول وإذا كنت تشتيها بالأب سكرين الذي هو هذا أول ما تسحب يبحث على طول باكجراوند بلار كونترول هذا الخيار يسمح لك بتعديل الشفافية حق التطبيقات فمثلاً لما يكون صفر الآن وجي نخرج تشوفوا الخلفية حقي ما تبلرتش لكن لما نرجع ونخلي مثلاً مياه ونرفع التطبيقات تشوفوا الخلفية كيف تبلرت وهذا الخيار يبعد الشفافية نهائياً كأنك صفرته هذا نفس أول بدلاً ما تعدل الشفافية هنا تعدل اللون مثلاً نخليه باللون الأحمر ونخرج شوفوا الآن كيف أصبح باللون الأحمر وتقدر حتى تعدل برضا الشفافية فيه حق اللون وتشوفوا كيف الآن أصبح باللون الأحمر هذا الخيار بيسمحنا تغيير حجم الأيقونات وإظهار الاسم أو إخفاءه فمثلاً لما كبرنا للأخير وأخفينا الاسم شوفوا كيف التطبيقات حجمها كبيرة وبدون اسم ولكن ننتقل للفولدر في السابق إذا جاءت تفتح واحد من الفولدرات شوفوا يكبر والرصة تكون ثلاثة على أربعة لكن الآن لما نفتح هذا فعله أون الآن نشوفوا كيف أصبح بشكل صغير ما يوسع الشاشة كامل فولدر سكرين جريد الذي قلت لكم عدد الرصة ثلاثة في أربعة مثلاً نخليه ثلاثة في ثلاثة الآن نشوفوا كيف ثلاثة في ثلاثة وبالنسبة للخيار اللي بعده فولدر آيكون جريد هذا شكله من خارج مثلاً نقدر نخلي شكله من خارج خمسة شوفوا كيف أصبح التطبيقات صغار خمسة في خمسة لكن مثلاً نرجعه ونخليه ثلاثة في ثلاثة عشان يطابق مع الداخلي ثلاثة في ثلاثة مثلاً مثلاً إذا خلينا هذا اللون أخضر مثلاً بتلاحظ التطبيق من خارج لونه أخضر لكن لما جيد تدخل أبيض هذا الأبشين يسمح لك بأنه يطابق اللون الآن من خارج أخضر ومن داخل أخضر بالنسبة للخيار الأخير هذا والله ما عرفش أشي يسوي باكب أندرستور هذا يفعل لك نسخة احتياطية للخلفية وترتيب التطبيقات الآن شوفوا كيف مرتبت التطبيقات فمثلاً وجاء أحد مثلاً ولعب بهن فهمت بمكان التطبيقات تقدر ترجعه ونفعل كذا وبكذا شوفوا أستعادها يستعيد لك آخر ترتيب لك لهذه التطبيقات تقدر تخليه فعل باكب كل يوم تقدر تخليه كل أسبوع تقدر توقفه وتكون تفعله أنت بيدك هذا تحتاجه إذا مثلاً طفلك يلعب بتلفونك بشكل كبير وجسي يغير الترتيب ويخبص تقدر تستعيده من هنا هذا يسمح لك بأنك تعيد ترتيب التطبيقات لما تفعل شير لأي شي فمثلاً فعلنا شير لهذا لين هذا التطبيقات التحديثات القديمة ما كنش تقدر تعدلهن فأضفوا لك هذا الخيار لكن في التحديث الجديد بيقول لك قد نقل هذا الخيار لا هنا شوفوا مثلاً إذا شيرنا هذا الاسكرينشوت تروحوا للمور فتلاقيه هنا تفعل إعدادات تختار أي تطبيق مثلاً شي يكون يظهر لك أول شي بدل ما تدخل دوره مثلاً سنابسيد فعل دان الآن لما نجي نشير أي حاجة بتلاحظوا سنابسيد هنا ما عدوش في هذا المكان يستدور ساعة شو دايركت شير إذا مثلاً أنت تترسل أنت واحد مثلاً في الواتس أب بشكل كثير بيطلعه على طول في القائمة حق الشير شو كوك شير دفايس مثلاً إذا معك جهاز واصل أنت تتشير له بالكوك شير يطلع لك على طول يعني مثلاً مثلاً لو في شخص تترسله بشكل كثير مثلاً هذا فعل عبده بتلاحظوا أنه يطلع على طول تكون أول ما ترسل حاجة على طول يظهر لك أول واحد تاسك تشينجر هذا بيسمح لك بتغيير recent app اللي هنه هذا ولا تضغط تخيله بشكل grid أو بشكل stack زي الايفون أو عمودي أو صغير الأب ليبل لما هو طافي يظهر لك إلا شكل الأيقونة فقط بينما إذا لصيته يظهر لك شكل الأيقونة واسم التطبيق search bar إذا هو طافي ما بتحصله لكن إذا شغلته بتحصل search bar ليه هذا recommend إذا هو طافي ما بتحصله بينما إذا شغلته بتحصل هذة تطبيقات اللي تستخدم مؤخراً كثيراً هذا الخيار بيسمح لك نتنقل بين تطبيقات اللي تستخدم allow button gesture in full screen mode إذا هو طافي كنت في full screen mode تتفرج فيديو أو في لعبة وجيت شي تخرج تفعل صحبة صحبتين عشان يخرج لكن إذا شغلته ممكن تفي full screen mode تفرج على شي أو في لعبة من أول صحبة يخرج على طول بهذا الخيار بيخلي الأولوية للخروج بيكون بسرعة يخرج home gesture vibration الآن لما جيت تسحب بيكون فيه هزة button gesture sensitivity setting هذا يخليك تحدد الحساسية حق الخروج من أين تبدأ مثلا لو رفعناها للأخير وسحبنا من هذا المنطقة على طول يخرج كيف الآن ننتقل لتطبيق note star تشغله هذا التطبيقات التي تشي تظهر فيها الإشعارات الذي هو هذا جيت تسحب بتلاقي هنا الإشعارات غير الإشعارات اللي هنا كل الإشعارات حقك من قبل نرجع لإعدادات وهذا يستخدم لك filter مثلا إذا تشتي filter لك الإشعارات حقك مثلا بكلمة معينة مثلا كلمة عمر تفعل save الآن أي إشعار فيه كلمة عمر يطلع في الأول وهذا تستخدمه في lock screen في حق القفل مثلا الآن بجي تلاحظ تحصله هنا تفتح تحصل هنا حقك وهذا تحدد أين بيكون في قفل الشاشة اللي سحبناها أول طلع لنا الإشعارات sync with screen lock إذا كانت الشاشة مغلقة وجد تسحب يطلب منك الباس لكن إذا طفيته وجينا نغلق الشاشة وسحبنا يطلع على طول وهذا اللي قلنا باسم عمر يفلتر الأشياء وهذا تحدد المدة الذي يجيز مخزن فيها الإشعارات وهذا الoption تحدد مثلا فيها التطبيقات الذي إذا فعلت الهد on وجي تفعل مسح الكل ما يمسح حق الإشعارات حقها هذا ولا يعني هذا لو تجي تفعل clear التطبيقات اللي حددناها ما يمسح الإشعارات حقها وكذا نكمل ننتقل للرج ستار customize your sitting home هذا الخيار يسمح لك بأن ترتب أو تخفي بعض قوائم الإعدادات مثلا الباتاري نشتين ننزل ها هنا وال general management نشتين نخفي تفعل save لان لما تروح الإعدادات وتنزل تلاحظ أنه نزل الباتاري واختفى الجنرال نرجع هذا الخيار الأول مثلا إذا عدلنا تفعل يرجع الإعدادات اللي كنت معدلها وهذا يرجع الإعدادات الأصلية هذا show name account ولا nickname اللي هو هذا يطلع الاسم أو nickname حقك sitting change history هذا يفعل لك history بآخر الإعدادات الذي غيرتها مثلا إذا رحنا لل display مثلا غير نا sensitivity sensitivity setting الآن لما تذهب هنا تلاحظ أنه قلة غيرت touch sensitivity لا on في هذا التاريخ مثلا وكذا إذا غيرت أي شيء في العددات 86 من غيرتها تذهب هنا setting ويود لعندها ويودك 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 لعندها ويودك ويودك لعندها ويودك السرش option الذي هو هذا قائمة البحث هذا الخيار من يوردر هذا بالترتيب الطبيعي حقه وهذا accuracy تطلع لك بالتحديد الشيء الذي بحث عليه allow creation of shortcut هذه ميزا حلوة يسمح لك مثلا إذا تضبح لما تجلس تدخل لها مثلا نجعله هذا لا تشيش في كل مرة تدخل لهذه الموال من جديد هذا يسمح لك بأنك تفعل shortcut او اختصار تروح تفعل بحث تبحث العدادات تغيرها مثلا tool bar تفعل بحث تفعل هنا search in up تجلس ضغط يقول add اختصار تفعل add وتخرج وتلاحظ هنا بمجرد ما تضغط هنا يدخلك لعند هذه الاعدادات على طول وتشغلها او ترجع وتطفيها وبكذا سكهت من موال لانك تدخل وتدور وترجع من اول وجديد وكذا عشان توصل له خلاص الآن تضغط الزر يوصل لك لالاعدادات اللي تشتيها high tag suggested هذا اللي يدي لك الاقتراحات اللي هين هولا يخفي باكتاب اكشن اللي يقولنا تفعل نقرات من خلف الجهاز يفعل لك شي معين فعل low on هذا يفعل لك شعار لك سويت ال باكتاب بنروي لكم بعد شوية مثلا نفعل double tab اللي هي نقرتين ونخلي مثلا نفعل screenshot الآن بمجرد ما نمسك الجهاز نفعل double tab فعل screenshot و share عشان نقدر نشيرها لأي مكان و triple tab اللي هي الثلاثة الضربات مثلا نخلي يفتح لنا وننقل الآلة الحاسبة الآن نجرد ما نفعل واحد اثنين ثلاثة وفتح لنا الآلة الحاسبة واللي قلت لكم هذا الاشعار انه مثلا ما يفعل نقرتين وطلع لك اشعار انك فعلت نقرتين وهذا الحساسية اذا مثلا شفت ما يستجيبش معك بسرعة ترفع الحساسية وتجرب ساعد keep press and hold اللي هو زر الايقاف والتشغيل لما تجلس ضاغط له يفعل لك واحد من هذه الاشياء مثلا نخلي نخلي ولع لنا الفلاش فمجرد ما نجلس ضاغطين ولع لنا الفلاش نجلس ضغطين مرة ثانية طفال لنا الفلاش تقدر واحد من الخيار التاول وبكذا نكمل الhome up والnotice star والregister اشتركوا في القناة